اهلا بكم مبدعون حقيقيون في كل مرة اشاهد اشريطتهم وهي بالمناسبة اعمال بمستوى فني كبير وباسلوب متفرد لن تعثر له على مثيل في كل مرة اشاهد افلامهم التي يقولون بانها صورت خفية من سلطات بلدهم تراودني اسئلة كثيرة كيف يمكنهم فعلا ان يصنعوا افلام عالمية ويديروا ممثلهم عن بعد ويقدموا تحفا دون ان تتفطن لهم اجهزة الرقابة في بلد يرقب فيه كل شيء حين تطرح عليهم هذا السؤال يجيبون بطريقتهم الخاصة ويقولون بانهم يتعاملون مع الوضع بحسب المتاح من امكانات وهذا الجواب لم يقنعني يوما هناك تفاصيل كثيرة يخبرها اهل الحرفة وهذه التفاصيل تجعل من انجاز شريط طويل بطريقة سرية امرا يدخل في خانة المستحيل حين تشاهد شريطا مثل تاكسي لباناي او لا احد يعرف القطة الفرسية لبامانغوبادي تحب سينماهم لكن من المستحيل ان يكون العملان قد صورا بدون علم سلطات طهران لست هنا بصدد التشكيك في مصداقية ما ينقل لنا من اخبار في كل مرة لكني اطرح فقط سؤالا مهما يخص عملا ابداعيا مكتملا في ايران يقول اغلب المخرجين بانهم يتحايلون على القانون وبانهم يخبرون السلطات في كل مرة بانهم يصورون اشريطة قصيرة لا يتطلب انجازها كثير من تراخيس وفيما بعد يصورون بسرعة اشريطة طويلة هل يمكن ان تقنعني هذه الصيغة ايضا؟ ابدا الراقيب في ايران لا يمكنه ان يفوت هذه الامور بالمقابل وجب الاقرار بانه مهما بلغت نسبة الصدق في تبليرتهم الا انهم فعلا مبدعون كبار افلامهم تجعلك تنحن احتراما لمستواهما الكبير من عباس كيروشتامي ومخم الباف وعلي اصغر فلادي وباناي او محمد راسولوف الذي عرض في مركز شريطه بذرة التين المقدس هذا الشريط مثلا صوره صاحبه وتعرض لكل اشكال تضييق وفر من طهران متوجها الى مهرجان كان في ميا المنصرم عرضه لاول مرة وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة ساعتان وست واربهون دقيقة من متعة سينمائية كيف صور وفر من ايران هي تفاصيل لا اعيرها كثير من اهتمام ولا اركز كثيرا فيها ومعها اما حصول شريطه على جائزة عالمية في كان وقبل كان في برلين فهي بالمقابل مستحقة سينيما هم قوية لكن بقية التفاصيل تثير في نفس الريبة اتركها جانبا اصلا تصرفات كثيرة صارت تثير في نفس الريبة لكن قريبا لن اعيرها ادنى اهتمام والسلام لكم تحياتي من المراكش الى المنتقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة